بحث وزير الدفاع الفرق روك المحسن الداعري كلا على حدة مع السفيرة البراطينية لدى بلادنا عبدالشريف والسفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كامون تعزيز التعاون الأمني والعسكري وسبل مكافعة الإرهاب والأمن البحري وتطرق وزير الدفاع للمستجدات الأوضاعي على الساحة اليمنية في ضو استمرار هجمات الماليشة الحوثية على السفن التجارية والملاحة البحرية مشيرا إلى أن دعم القدرات للقوات المسلحة هو الحل الأمثل لتأمين الطرق التجارة العالمية في باب المندب والبحر الأحمر وخاليج عدن والقضاء على الخطر المتربس بالجميع والمتمثل بالماليشة الحوثية وبيّن الفريق الداعري مدى التعاون والتخادم المفضوح بين الماليشة الحوثية والتنظيم القاعدة وداعش والإرهابيين لمحاولة إقلال المناطق المحررة ترجمة نانسي قنقر